السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في مطباق وصفاتي بمناسبة شهر رمضان فاضل اللي قرب لله يدخلوا علينا بصحة والسلامة وعلى جميع الأمة الإسلامية في مكانات قلوا أمين يا رب العالمين اليوم إن شاء الله غنحضر معكم السيجار وكذلك البريوات غنحضرهم إن شاء الله في الكوكوت والله في الطنجرة ديال الضغط بطريقة سهلة وسريعة بصراحة بنسبة لها المعسلات هدوفة ومكيجي والدادين بزاف وسريعا في تحضر ديالهم وأنا أكيدا إلا جربتهم ستبقى دائما ديرهم المهم يا حبائي قبل أن تزور وصفتنا لا تبخلوش عليها بلايك ديالكم باش دائما بقام بحادكم على وصفات الجديدة والحصرية كذلك لك تزوروا القناة ديالي الأول مرة مرحبا بكم في مطباق وصفاتي اشتركوا في القناة وفعل جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل أن نبدو أي وصفة لا نسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أود أخليكم عن المقادير وكيفية تحضر بسم الله على بركة الله وصفتنا اليوم شاء الله غنحتاجوا فيها خمسة ديال كؤوس ديال الدقيق اللي هي خمسمائة قرام كما كان ذكر لكم دائما بالنسبة للناس اللي عندهم الميزان دقيق ديالكم مزنوه وليما كيتوفروش على الميزان دقيق ديالكم غرب له يعني نخله والكؤوس عمرهم غير بالملعقة يعني الكؤوس ديال الدقيق ونيتكونوا كتعمرهم سيكونوا كواحد الحفر في الواسط اللي غنضيفو فيه المكونات غنحتاج هنا يا معلقة صغيرة ديال النفع ولا الشمر كذلك واحد معلقة صغيرة ديال المعنفع الحدث الحلاوة ولا الياนسون المهم بالنسبة له المكونات هذا حاولوا كيتطحنهم وهما مازالين خضرين يعني متحمسوهمش باش كايكي يبقوا هم حافظين Else الطيبة ديالهم كذلك احتاج واحد ونص widget معلقة صغيرة ديال القرفه وواحد معلقة كبيرة ديال الجنجلان ولا السمسن الذي اطحنته جيد حتى وللاك معجن ولا معلك بنسبه الجنجلان حتى هو ما حمرتهش كذلك واحد ملعاقة كبيرة ديال الكوكاو turn this بالنسبة للكوكاو فانا حمصته يعني حمرتهش شوية وطحنته94 حتى ولا معلك ما كتلاحظه معي يعني ابنسبة لهد مكونات هادو الجنجليو و الكوكاو حولوك يطحنه امزيان حتى كيتعجنوا كذلك اضف ابتج sheet diال ملح واحد ملعاقة كبيرة ديا الخال يمكنكم ديروا الخال عاديže وللخال ابيض و 3 ديال ملاعق كبار ديال زيت نباتي ايضاً غانحتاج جوج ديال ملاعق كبار ديال زبدة المدابا و كذلك غانحتاج الماء الظهر بالنسبة للماء الظهر غانحتاج منه 3 ديال ملاعق كبار و 1 صفار ديال بيضة و ه��ه هم المكونات ليغانحتاج كنحاولوا كيا انطربهم غشي شوية كيف اه بالطرب اليدوي و غانضيف عليهم الحاليب غانحتاج هنا يا لجوج ديال الكؤوس ديال الحاليب هبقى هي اسكاس العنباء اللي كيزين مية وخمسين مية لتر بالسوائل وكذلك غنحتاج ثلاثة ديال كؤوس ديال الماء المهم بالنسبة للحليب والماء فهما باردين يعني غير بدرجة الحرارة ديال المطفخ وكما لاحظتم معي بالنسبة لكمية ديال السوائل انا ما كنضيفوهاش كاملة دفعة واحدة دائما كنحتفوه كيب واحد الكاس ديال الماء اللي كنضيفوه منو بتدريج باشا كيكن تحكمو في الخالد ديالنا هنا كما لاحظتم معي فانا دخلت الكمية ديال السوائل كاملة كذلك هنضيف عليهم واحد معلقة صغيرة ديال الخاملات الحلويات تقريبا كيو واحد خمسة جرام وكنحرركم بشكل جيد وبنسبة لخالد ديالكم ضرورة صفيوة باشا كيكن تأكدو بني ما بقوش فاكي تكتولات ولا ديال حبيبات ديال كوكا ولا ديال المكونات اللي درنا كيما لاحظتم معي كنحولوه كي المصفت نهبطوه في الخالد وحنا كنضوز وكيب معلقة باش كيهبطوه دك العناصر كاملين المهم هنه 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 غنوريكم القاوم ديال الخالد بالملعقة كيما كتلاحظوه معاي بنسبة لخالد مخصوش يكون خفيف بزاف وكذلك مخصوش يكون تقيلة يعني هنه هنه نقلبو الملعقة ديالنا في العجينة كتبقى تابتا شي شوية بحد أشكل هادا يا يعني تقريبا نهك القاوم ديالو بحل بغرير يعني ماشي بحل بغرير غير هو قريب من البغرير وبنسبة الخليط يا اي حبا اي رباين كما كتلاحظو معي. دبا ان شاء الله مباشرة غندزو باش نطيبو الخليط ديالنا. هنا يا غنحتاجو الكوكوت والطنجرة ديال الضغط اللي غنطيبو فيها. المهم بالنسبة للكوكوت ضروري تكون عندكم الكوكوت ديال الالمينيوم ماشي الكوكوت ديال اينوكس ويكون سططح دياله ملس كما كتلاحظو معي ما فيه الاكتابة يعني ما فيه والو سططح دياله سامبل وملس. وكنحاولو هكيا الكوكوت ديالنا نحكوها مزيان. هكيا بالكاغط الحراش ولا بالجيكس اللي متوفرة. المهم اللي كوكوت ديالكم بني دوزو هكيا اللي يد ديالكم عليها تكون ملسة. اهنا كما كتلاحظو معي كنوريكم شو علا. ما صار شكون مش جهدها بالسفر. ستكون اكايف شو علا. مهيلة. وكان خلو الكوكوت ديالنا حتى كتسخون ولا طنجرة ديالنا ومن بعد كندهنوها بواحد دهنة خفيفة ديال زيت نباتي. المهم بنسبة لهذا الزيت غيرها كباش كنتأكدو بني كوكوت ديالنا ولات ملسة. يعني كنكونو مازالين يا الله حكيناها. كنديرو لهذا المسحة هادي. وعاد كنطيبو فيها. هنا كما لاحظو معي بالنسبة الخليط ديالنا كنديرو كايف شي تبصل اللي كي كن كبير يعني قد لصلي الكوكوت. وكنهزو الكوكوت ديالنا. وكننزلوها في الخليط. كنحاولو ننفضوها مزيان. وعاد كنقلبوها. المهم اهنا اللقطة خليزك كمه ايام ما زربتاش بتشوفو معي جميع تفاصيل. لابن انكو ما كيش يتقوب في الفاطرة ديالكم يعني كتحاولوها كي تسدوهم بالاصبوع. وكنخلي واحدة كتنشف. وكنقلبوها بكل سهولة قبل ما تقلبوها دوزوها كيسباتي ليعني في الجوانب يعني يعني يعلو الاطراف. وهدي هي الفاطرة ديالنا. بعد ما طابت. بنص طريقة كنستمر. في هاد المراحلة هادي كما لاحظتوا معي. فالكوكوت ما كندهنوها. موالو. كنخليوها كما هي. غير في اللول كما اذكرت لكم كندهنوها كوحدة المسحة خفيفة لانها كتكون ما يعني مازال عاد حكينها. ام هي رمكة للسق موالو كما كتلاحظو معي فانا كنخلي اللقطات كما هما باش تفجمع التفاصيل. دائما بنسبة لكي سلافة اللي كيكون فيها الخاليط. ينبلكو ما كي الخاليط قلال في الصحن كتزيدو شو شوية. وبنص طريقة كنستمر يا احباي كما كتلاحظو معي فالطريقة سهلة وبسيطة كنحصلوها كي على فطائر اللي ناجحين ما كيلسقو ما كيتهرسو موالو كملاحظة بالنسبة لهالفطائر هدو فهم كيجيوه شاشين حاولوا اكي يتقلبوهم غير بشوية باش ما يتكسروش معاكم. المهم بالنسبة لطريقة ديال الخدمارة باينة انا غنستمر بنفس الطريقة حتى غنكمل الكمية اللي عندي وارجع معاكم ان شاء الله. احناين بعد ما كان طيبو الفطائر ديالنا ضروري الفطائر من يطيبوهم وتحطوهم على بعضهم باش هكيا ما ينشفوش معاكم وكنغطوهم اكا باح القطعة ديال التوب باش كيبقاو محافظين على الرطوبة ديالهم. كيما كتلاحظو معي بالنسبة لفطائرها ما كتجيش غليضة كتجي رقيقة. هنايا ان شاء الله غنزو الطريقة ديال التشكيل يمكن لكم ديروا السكين ولا القطعة ديالبيزة اللي متوفر. كنحيدو داك الاطراف ديال العجين ومن بعد كنشكلو العجينة ديالنا ولا الفطائر ديالنا على الاشكيل البريوات كيما كتلاحظو معي بنسبة لبريوة كنتنيها اربعة ديال مرات يعني ضروري تحتارمو هاد الملاحظة هادي وكنحيدو الزوائد باش هكيا البريوات ديالكم اي طيبو معاكم كيما كتلاحظو معي هنا كارجعو كنوريكم العجينة كنتنيوها على ربعة وكنسدوها بحالي اشكيل هدايا وبنسبة لها الزوائد اللي كيبقاونا رمك هاللوحوهمش يعني كنشكلوهما كيبقاطع اللي كيكونو صغار كيما كتلاحظو معي كل مرة كنتنيو العجينة ديالنا ولا البريوة على ربعة ديال القطع هنين شاء الله غنشكل معاكم السيقار بالنسبة لقطعه كنقسموها على ربعة دائما كنحيدودك الزوائد هنا كنجيب الاصبع ديالي وكلف بحالي اشكيل هدايا بحيث كيبقناك هي واحد الفارغ في الداخل ديال القطعه وهدا هو السيقار كيما كتلاحظو معي كيجيك يا خاوي من الداخل كذلك بالنسبة للصيقار ما كنديروهش غلط بزاف يعني ضروري تحتارمو هاد المعسلات هادو يعني مخصمش يكونو غلط بزاف باش هكاية طيبو معاكم هنا كما كتلاحظو معي بالنسبة للزوائد كنديروه كي ثلاثة ديال القطع وكنسدوهم بحالي اشكيل هدايا وهالطريفات كذلك كاليوهم بحالي الشكل هنايا بالنسبة للبريوات اللي بغيتوا كيدديروهم صغار كتقسمو الفاطرة ديالكم على ثلاثة وهداو مالبريوات وكذلك السيقار بعد ما شكلناهم داب ان شاء الله مباشرة غندزو المرحلة ديال الطياب في المقلات اللي كنديرو فواح الكمية ديال الزيت اللي كتكون شوية مرتفعة وعلى شوعة اللي كتكون مهيلة كنخليو الزيت ديال نحتا كيسخون بعد كننزلو في المعسلات بشكايا يطيبو علا خطر وما يتحرقوش معانا بالنسبة للطريقة ديال الطياب دارو رخصكم يحترموها بشكا المعسلات ديالكم ما يتحرقوش وكذلك ما يجيوكمش خضرين من داخل لهذا ديرو الشعلة مهيلة كما كتلاحظو معاي غير من الفقاعة ديال الزيت ربينا الشعلة مهيلة المهم هنا كنخليو المعسلات ديال نحتا كيطيبو ومنها كيتحمرو مباشرة كننزلوهم في العسل بالنسبة لهاد المعسلات خصم ياخدو واحد اللي كيكون موحد يعني ما يبقوش هكايا حامرين ومن جيها بايضين الشعلة هي اللي كتخليهم يجيلون ديال الموحدة هنا كنوريكم شعلة كما كتلاحظو معاي فهي مهيلة بحالة شكل هذا وغنستمر في الطياب بنفس الطريقة بالنسبة للبرايوات كنخليوهم حتى كيتحمرو من جوية كاملين وكننزلوهم في العسل وهذا يكون الشكل النهائي ديال معسلات اللي حضرت معاكم اليوم بصراحة كيجيو اكتر من رائعين معسلات ساهلين وسريعين فتحذر ديالهم نصحكم تجربوهم شهر ديال رمضان اللي يدخلوا علينا بصحة والسلامة قولوا امين يا رب العالمين وبصراحة بنسأل هالمعسلات يعني الدغية كيتحضرو ما كياخدوش معنا بزاف ديال الوقت يعني يمكن لكم تحضروهم حتى الاخر لحظة يعني ان شاء الله غا نحل معاكم كيما كتلاحظو معاي بنسبة المعسلات ديالنا كيجيو مقرمشين يعني في مكة واحد لقرمشة ومن يكن تناولوهم كالقوهم الشاشين وفيهم دك الطيبة ديال الشبكية يعني ما كيجيوش كيام معسلات عاديين لهذا يا احذائي كما اذكرت لكم صحكم جربوهم لانهم فعلا كيجيو لداد بزاف مع لكم الا الطبق والوصفة كما هي باش هكا يتحصلوا ان شاء الله على النتيجة اللي كتكون اكتر مرائعة المهم بالنسبة لما عسلات ديالنا كنحتفضوا بهين بشكل عادي يعني بحلي كنحتفضوا بشبكية كيبقوا معانا مدة طويلة يعني كما اذكرت لكم بحال شبكية تماما بلا ما تخوفوا منهم قليلا نودعكم ولكتوا مازالين كتشاهدون احتلال دقيقة شكرا بزاف للمتابعة ديالكم شكرا للدعم ديالكم وصفة نتلقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع سلامة